الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال بطائرة مسيرة لمخيم نور شمس بمدينة طول كرم بالضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي بقوات كبيرة يرافقها جرافات وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأشخاص خلال مداهمة عدد من المنازل بقرية كفر قدوم وفي محافظة طيرا ملا والبيارة اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات وأطلقت الرصاص بكثافة خلال الاقتحام كما توصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات وقعت في أحياء النفق والتفاح والدرج بمدينة غزة مشيرة إلى اجتداد وطيرة الاشتباكات في المناطق الشرقية لخان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة مما يرفع قتله إلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة استشد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي من نازل في خان يونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت طائرات الاحتلال بشكل كثيف مخيم جباليا شمال القطاع مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما استشد خمسة فلسطينيين وصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن القوات الأمريكية أسقطت أكثر من عشر طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وأوضحت البنتاجون في بيان لها أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات عربت فرنسا عن قلقها العميق من إعلان الاحتلال تكثيف عملياته في قطاع غزة وإطالة أمد الحرب ودعت الخارجية الفرنسية مجددا إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار معربة عن أسف باريس للقصف الممنهج الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة كما طلبت الخارجية الفرنسية إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمل وبدون عوائق ورياضيا فاز الاتحاد السكندري على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على الساد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العشرة لمسابقة الدور الممتاز وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 15 نقطة ويرتقي للمركز الرابع بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد فاركو عند خمس نقاط في المركز الأخير للمسابقة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل